نفذ مركز إصلاح وتأهيل النزلاء برنامج الفعاليات والألعاب رياضية للنزلاء للعام 2021 خلال الفترة من 28 فبراير وحتى الرابع من مارس 2021 في إطار الخدمات والبرامج التي تنفذها الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل في إطار الخدمات والبرامج التي تنفذها الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل من منطلق قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل ولائحته التنفيذية والتي ترسخ حقوق الإنسان واقعا وممارسة نفذ مركز إصلاح وتأهيل النزلاء برنامج الفعاليات والألعاب الرياضية للنزلاء للعام 2021 خلال الفترة من 28 فبراير وحتى 4 مارس مع الالتزام بالتطبيق الدقيق لكافة الإجراءات الاحترازية وتدابير الوقائية المعمول بها لمكافحة جائحة كورونا أشهد اليوم الفعاليات والألعاب الرياضية والتي تساهم بشكل كبير في برامج إصلاح وتأهيل النزلاء بالأخص من الناحية النفسية والصحية والاجتماعية والحمد لله تميزنا هالسنة في تنوع البرامج حيث تضمنت البرامج كرة القدم وكرة الطائرة ولعبة الشطرنج والألعاب الشعبية أيضا تأتي هذه المبادرات بتوجيهات حثيثة من سيدي معالي وزير الداخلية وتطمح الإدارة إلى تطويرها وتنويعها في المستقبل القريب بإذن الله ويأتي هذا البرنامج في إطار حرص مركز إصلاح وتأهيل النزلاء على تعزيز النشاط البدني والفكري للنزلاء وضمن سلسلة ممتدة من البرامج التي يتم تنفيذها على مدار العام وفق جدول زمني محدد أشكر وزارة الداخلية على البطولة والأول الفعاليات الرياضية وأشكر وزارة الإصلاح والتأهيل على التنظيم وفضلها الجائحة يعني صار لنا برنامج نقدر نعتمد عليه ونقدر الواحد يفرج عن نفسه في الكرة أشكر وزارة الداخلية على هذا التنظيم وإن شاء الله الأفضل فالأفضل إن شاء الله ويعطيهم العافية على كل شيء وشملت الفعاليات مسابقات لكرة القدم والطائرة والشطرنج بجانب ألعاب شعبية عديدة كما تم تخصص مكافآت وجوائز النزلاء الذين أحرزوا مراكز متقدمة خلال هذه المسابقة بما يعزز مشاركة النزلاء في البرامج والفعاليات التي يقيمها المركز اشتركوا في القناة